البلد كله فضايح، الفساد وينما كان والجمهورية عم تسقط كلنا خدرين كأنه تعودنا على الفساد، كأنه خضعنا للأمر الواقع بلا مرثين برنامج سياسة جديد بيقول لا بحط الأصبع على الجرح بمواقف قوية وأسئلة جريئة من دون عواطف ومصالح من دون كفوف ومن دون خطوط حمر نحن رح نخاصد من التهم نحن رح نخوف وما رح نخاف رح نسأل كل الأسئلة وعن كل شيء لأنه التخدير ممنوع بعد اليوم رح يكون برنامجنا بلا مرثين بعد أربعة أسابيع كاملة من الانتظار قال حسن نصر الله كلمته وقد جاءت أقل من المتوقع كلام ما بيقول شيء وتهديدات فارغة ما بتعبر عن شيء خاصة بعد التريلر لسوأله لم يكن الكلام مفصلي حاسم وجاذم بل غلب عليه الوصف فالمواقف التي أطلقها السيد رمادية ولكنه أكد لإسرائيل أنه بريء من توقيت تخطيط وتنفيذ المعركة معركة طفان الأقصى فهذه المرة أيضا لم يكن يعلم السيد وهو أيضا بمواقفه وبتنفيذ أجندته لا يعلم ما يعيشه اللبنانيون كل يوم منتظرين قرع طبول الحرب فهو لا يعلم أن سلاحه المشكلة الأكبر الوحيدة في لبنان لقد سقطت نظرية وحدة الساحات والأغرب أن نصر الله الذي هاجم جميع القوى من عربية دولية والذي ركز هجوبه خصوصا على الولايات المتحدة الأمريكية لم يأتي إطلاقا على ذكر فرنسا علما أن رئيسها إيمانيويل مكرون زار المنطقة بعد السابع من تشرين الأول وأعلن تأييده المطلق لإسرائيل فما السبب يا تورا؟ كل هذه المواضيع والنقاط التي وردت والتي لم ترد في خطاب السيد نصر الله نبحثها مع ضيفنا المحلل السياسي طوني بولوس أهلا وسهلا فيك أهلا فيك يا مدامونا وهلا بجميع المتابعين والمشاهدين شكرا كيف لقيت اليوم خطاب السيد نصر الله بعد هالنطرة الطويلة؟ يعني بالفعل بفتكر نحور الممانعة خاب أملهم وما طلع قد الطموحات لأنه كانوا متوقعين أنه حيلتزم بكلامه السابق والذي كان عم بيخبرهم عن وحدة الساحات والمعركة بدر الكبرى يلي بد يفوت فيها على إسرائيل من كل النواحي بالواقع هيدا اللحظة يلي كان عم خبرنا عنها إجت بسبعة أكتوبر الماضي ولكن فوتها حسن نصر الله واليوم أي معركة تانية ما بقى تنفع يعني حسن نصر الله فعليا كان عم بجري بيقول أنه في وحدة الساحات تاستخدمها هو وقال بيكون هو بالدأ مش بيكون سند لغيره اليوم الفلسطينيين برأيي تغيرت نظرتهم كليا لحسن نصر الله صاروا بيعتبروا وهذا الشيء يأكد لهم أنه هو عبارة عن فصيل إيراني موجود في لبنان فقط لخدمة المصالح الإيرانية شفنا من اللحظات الأولى لتوفين الأقصى كيف إسماعيل قآني قائد فيلق القدس بلاش يجول على دول الممانعة ويفاوض على أشلاء الجتة يلي عم تسقط بغزة وعلى ركام غزة الأمر نفسه بالنسبة للوزير الخارجية إيران كمان اللي كان عم يطلق تصريحات ويفاتح مفاوضات ممكن بقطر أو بأومان أو حتى بترقية كله هذا حتى يجرب يستفيده على دماء الشعب الفلسطيني ليحصنوا وجودهم ومكاسبهم في المنطقة مش كمانا حين نقول أنه صار فيه إذا بدك كمان هذا شيء بينطبئ على حماس مصر في صفقة على حماس طبعا ما هذا كله بفجن فيه تجرة على حماس يعني اليوم حماس تباع بمزاد علني الإيراني ناطر السعر لحد هاللحظة عم يبرموا يشوفوا كيف يأخذوا تمنى سواء بلبنان حزب الله عم بيجرب يقول للعالم أنا مضبطت وأنا اتصرفت بحكمي وأنا هالمعارك اللي عم أعملها على الحدود الجنوبية هي معارك مضطر أعملها من حيث الشكل لحتى أرفع العتب وما ألاحق بالخيانة من قبل الناس يلي آمنوا بهذه القضية اللي رفعه نياها ويلي كدس ترسانات سلاح ومئة الف صاروخ ومقاطل ما بعرف شو تحت هات العنوان اليوم اللي عم يعمل حسن نصر الله هو أقل شي فقط لحفاظ ماء الوجه وإذا شفتنا خطابه اللي توجه فيه لأمريكا هو لأبعاد إسرائيل عن المواجهة لأن أمريكا ما في طالة لا بالصواريخ ولا بالمعركة فعمل معركة معركة صوتية يعني إذا صح التعبير بالأيام الماضية كنا عم نشوف التريلر بصري اليوم معركة صوتية كملة أمين عام حزب الله برأي ما يسمى تحالف الساحات أو وحدة الساحات غرق بتوفان الأقصى وكان هات التوفان غرق الممانعة قبل ما يغرق أحداً تاني ولكن بالمقابل اللي ارتدت سلباً القضية على فلسطين وعلى غزة اليوم عم نشوف شو ما يصير عطى موقف يعني كان صب كل هذا الأمر بمسلحة إسرائيل اللي كانت مشتتة الحكومة قدرت جمعت اليوم المعارضة وصاروا المعارضة بموالاة السلطة وحدة وبطل فيه انكسام إسرائيلي وصاروا عم نشوف الإسرائيليين صاروا بقلب غزة عم بيتوسعوا وعب بيعني تقريباً حماس قضية وقت يعني على ما يبدو إذا بقي الأمور بهالشكل يعني ممكن أنه صير في وقف لأطلق النار وصير في هذنة مثل ما كانوا عم يحقوا مع ممكن ممكن بس هاي صار التفصيل بالموضوع يعني اليوم المعركة الكبرى لستراتيجيات إذا اليوم كناما نشوف إيران داخل على الخط والكوى الممانعة عم تطهو على الخط كانت هايدي المهم شو عقدت حقق إيران؟ بدنا نشوف شو اللي قبضته عم نشوف إذا بترسخ وجود أنظمتها اليوم بالعراق عنده حكومة إيران من الأيام الأولى كنا عم نشوف أو تصريح لرئيس الحكومة الإيراني المعين في العراق عم بيقول إنه يمنع في أي فصيل إطلاق النار باتجاه كواعدة أمريكية هذا كان مؤشر أيضا شفتنا بشار الأسد يلي هو أحد أنصار أو أحد إحدى الساحات هالممانعة نسحب وأبلغ الإيرانيين إنه هو مش هيكون جزء من أي معاركة مقبلة الأمر نفسه في لبنان فشروح وحدة الساحات تفكك لمصلحة يجربوا يبحثوا عن سمن وصفقة معينة برأيي اليوم الأمريكي والغربي صار فاهم الإيراني بلعب على حافة الحرب ولكن لا يزال بقلة بما أنه سياسته انكشفت وبما أنه ما أنه جاهز الغرب يعمل صفقة معه اليوم قدام إيران خارط الطريق بالمنطقة إما تعيد تموضوعة وبتخفف خسائرها وبتقبل بالواقع الجديد لأن الولايات المتحدة الأمريكية من بعد ما كانت استراتيجيتها سابئا قال إنه انسحاب من الشرق اليوم استراتيجيتها العودة وإما إيران تتعايش مع هذا الواقع إما تخوض معركة شاملة ومعركة امتحار ومن الواضح أنه عم بجارة تحسن شروطها بالحد الأدنى لأنه الأمريكيين مهددين بقطع ممرة الحيوي والستراتيجي يلي بيربط العراق بإيران عبر الحدود بين التنف وبين شرق سوريا هيدا كله هيدا هون المعركة الأساسية لبنسبة الإيرانيين لأنه الإيرانيين بيعتقدوا أنه الساحل اللبناني هو ساحل إيراني والحدود الشمالية لإسرائيل هي حدود إيرانية لأنه حزب الله هو فصيل من الحرس الصوري الإيراني يؤمن هذا الامتداد من بور بيروت يعني أي سفينة بيجع بور بيروت تمرق بتصير فورا بطهران ما في من يمنعها هيدا هي استراتيجية إيرانية بالمنطقة هل فعلا حزب الله أبط حقه بوقتها نعمل إذا بدك قصة كريش حق الكريش ونعطينا البلوك 9 هل في هيدا الوقت قبل سبعة تشرين الأول أبط حقه؟ ليس حزب الله بأبط حقه حزب الله هو وكيل عند الإيراني لي أبط حقه الإيراني واضح شو أبط حقه؟ أبط حقه بوقتها إذا بدنا نرجع الحكومة العراقية التي تشكلت من بعد ما كفي عنا حكومة الانتخابات النيابية كان خسروا فيها الفريق الإيراني أعطيه حكومة هناك وشفنا من بعدها كمان مليارات اللي محتجزة بالبنوك الدولية كيف تم الإفراج على جزء منها هيدا تمن الترسيم اللي كان وإذا لاحظنا وقت اللي بقلال بخضم المعركة الرئاسية حزب الله طرح ترسيم الحدود البرية لم يطرحها لأنه شايف يعرف أنه فيه تمن قال لك باركي بقبض هالتمن مثل ما عطيه إيران بالعراق بيعطه إيران كمان في لبنان رئيس جمهورية ممانعية الإسلمان فرنجية يعني بهالحالة حزب الله ربح جوانيا داخليا في لبنان شو المكسب اللي ربح لربح أنه جاب بشوية استنهض صراي المقومة وصار يتفعلون على الرأس 450 ل500 دولار هذا ما بده ربح مرحلة مؤقت وهلا اليوم انكشف يعني اللي تعاطفوا معه على أساس أنه هو حريص وهو ابن القضية الفلسطينية شفوه أنه هو عبارة عن تاجر وبروكر صغير عند الإيراني عم بيشتغل لحتى أمن مصالح الإيرانية اليوم حصل نصر الله هو مجرم مجرم ويجب أن يحاكم مش قدام حكاية محلية لأنه جرائمه ليست فقط في لبنان اليوم في أبرياء سقطوا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي الفلسطين نتيجة إجرام حصل نصر الله من أكبر مجرمي العالم ما حدا فيه بالعالم اليوم إذا نجم نشوف من العهود الدكتاتوريات الأديمة لليوم ما فيه ناس سفك الدماء بالشكل اللي سفكه أمين عام حزب الله حصل نصر الله وهذا الموضوع يعني لازم يوم الأيام يكون فيه عدالة لأنه الدماء والدمار اللي صاب والخراب لأصاب دول عربية سواء الناس اللي قتلوا جسديا أو الشعوب اللي قتل مستقبلها لأنه أقل الله هنا نظم تطلع بواقعنا في لبنان من قتل مستقبل الشعب اللبناني أمين عام حزب الله حصل نصر الله هو اللي أوصل الشعب اللبناني لهذا المنحدر لهذا الوضع يعني المتفكك في البلد ولمصلنا لمطرح بس عنده ناس بتشوفه بطل هيدول العالم شو فيك تعمل معهم اليوم فيك تشحني مذهبيا قدر المستطاع داعش يلي هو تنظيم متطرف وما فيه أي غبار على رهابيته وأجرامه عنده جمهور لأنه فيه إمكانية لغسل الأدمغة الأمر نفسه بمارسه حزب الله يعني وقت البلش يلقط لولاد من هنو صغار ويدرزهم ويخذهم بمناهج معينة ويعمل لهم الحقن الطائفي والمذهب ويحطهم وكأنه المنطق الموجودين فيها ما فيه يعني بقلب الضاحية وكأنه ما فيه بجوار على بعد أمطار حياة تانية مختلفة فيها حياة فيها اقتنصاد فيه استقرار فيه فرح معايشهم بعلبة وهذه العلبة بحط لهم فيها الأفكار اللي بدون إياها بعلمهم على كره الآخرين وبيطلع فيه عننا مشاريع مشاريع فتنة ومشاريع قتل اليوم أنا ما بفهم إنه كيف شخص بيهني التاني إذا استشهد يعني هيده غريبة هيده شو الفرق عن داعش ما فيه أي فرق من هذا الفكر اليوم أكيد بس يستشهد شخص لسبيل وطنه إن كان عسكري بالجيش للبنان على سبيل المثال يقام لإله تكريم نزعل لاستشهده وأكيد منجرب إنه ما يستشهد حدا ولكن منكرمه ولبطولته ولإنجازاته بس مش منفرح فيه ومنقل له عقبال خيك وبيك وعيلتك ومدنشوه أكيد هذا الفكر غريب كثير عن مجتمعنا ما منقدر نتصوره ولا منقدر نفهمه طيب شو اللي يخلى مجتمعنا اللي نحنا اللي نحنا جزء منه هو جزء منه يتأقلموا لهالدرجة معه هل هو الخوف أو مثل ما أنت عم طول غسل دماغ أو إنه هنه جماعة بدون يحصوا حالوا إنه هنه أقوياء وبدون يكونوا حكمين يعني هي مزيج من كل هذا الأمر اللي تفضلت فيهم اليوم حزب الله هو نشأ كفصيل ديني مضطرف مثل ما بينشأوا كل الفصائق مثل الداعش مثل النصرة مثل القاعدة مثل غيرها الفرق إنه هذيك ما في دولة هلقدي بواضحة ومنتلون كل الدعم اللوجستي والمادي المطلوب اليوم حزب الله حظي بهذا الأمر أكتر من هيك قدر سيطر على دولة اليوم هذا التنظيم الإرهابي عنده دولة من خلاله يشتغل ينظم أموره عنده حكومات ووزراء يشغلها مع المجتمع الدولي ويبعثها أنه تتنقل وجهة نظره وتلطف شكله والقيم اللي بيحكي فيها وبيظهر بشكل معين وحاول حامل شعارات تدغضغ العالم العربي هي قضية فلسطين وطبعا حاملها حامل قضية محقة ولكن حق يراد منه باطل بالحقيقة لأنه هو منه هادف لا لتحرير القدس ولا لتحرير أي دولة تانية هادف من كل ترسانته العسكرية وسلاحه أنه يسيطر على الدولة اللبنانية وهو مؤمن أن لبنان يجب أن يكون جزيرة خامنائية هذا عمله وجهده طبعا هناك أمور يتعارق له مساره ويجعله غير خطابه من مرحلة إلى مرحلة لأنه نعرف فكرة الطقية التي يتقنه بشكل جيد ولكن مشروعه على المدى البعيد ابتلاع اللبنان كله وطرد اللبنانيين الذين معارضينه يعني نحن إذا نرى من 40 سن إلى هلأ كيف هذا المشروع ماشي بخطة ثابتة هالخطة الثابتة شو هدفها السيطرة على الدولة اللبنانية بيعتبر أنه اليوم السنة هن ضربهم تدريجيا المشروع الإيراني بالعراق وبسوريا وباللبنان وأضعفهم بالنسبة له المسيحيين هن مسألة وقت ومسألة عدد شوية وشوية بيخلصوا وبفلوا وبالتالي تبقى هالقضية بيبقى لبنان بيصير هذا الوطن للتابع للمرشد الأعلى الإيراني هذا هو المشروع النهائي لحزب الله يريد أن نكون واضحين وقت اللي حكي بهذا الأمر حصل نصر الله عام 1882 ما حكي لأنه في عنا زميين هذه الزمية السياسية أنه وقت الكلماء المال وكلماء المناصب ووجود في السلطة نستعدين نبيع مستقبل بلدنا وشعبنا ونبيع كرمتنا في ناس بتعملها بس في ناس بالمقابل لا ما بتعملها والسبب أنه ما قدر حزب الله لحد اللحظة نجح أنه فيه فعلا فرقاء وفيه طيارات وفيه ناس شرفاء عم بيقاوموا بطريقتهم لأن المقاومة مش بس نحمر بروضة وإسلاح لا عم نقاوم بقضية محقة هي استعادة الدولة اليوم المشكلة بالموضوع أنه هذا الفريق يلي هو كبير في لبنان وهو الأكسرية في لبنان فيه خلافات بين بعضه هذا اللي عم بتضعفه لو الفريق اللي مؤمن ببناء الدولة بيتوحد لأنه هو قضيته المحقة وهو القضيته اللي ممكن تربح وبطبيعي تربح بوجه قضية غير محقة قضية طابعة دم وقتل وإجرام بوجه قضية هدفها انفتاح وحضارة وازدهار وبناء الدولة هيده الواضح فهتربح ولكن إشكال الخلافات اللي بين بعضهم هالكوة عم بضعف موقفهم بالداخل وعم بيخلي يشتت طريقة التعامل معهم من الدول يلي بيتساعد ببناء لبنان هل برأيك فعلا حزن نصر الله لم يكن يعلم بعملية أطوفان الأقصى هل تفاجأ برأي اللي عمله هو بيشبه مرفق بيروت قضية مرفق بيروت كيف تنصل منا حزب الله وبطل يأعلم أنه فيه نترات كان يروح ويجي على مدى سبعة ثمان سنين بين لبنان وبين سوريا ويعبر على سوريا عبر المعابر اللي هو بيمتلكها نفس الأمر بالنسبة لطوفان الأقصى وانا شايف الحديد حامي هالأدب وشايف فيه إجماع دولة وانا القضية يجب يعني والأوامر الإسرائيلي وحزب الله غطوا بعضهم مرفق بيروت وأيضا الإسرائيلي وحزب الله غطوا بعضهم بغزة فهذا التناغم لأنه الطرفين مصلحة ببعض يعني لو شفنا عداوة لدودة بين الطرفين بين إسرائيل وبين حزب الله والمحوى الإيراني ولكن فيه تقاطعات ومصالح مشتركة كبيرة جدا اليوم نبواضح أنه الإسرائيليين كان هجسهم بالأساس الامتداد والدول العربية يعني هنه جزء بسيط نقطة ببحر العالم العربي تفتيت العالم العربي هو استراتيجية رابحة لإسرائيل الأمر نفسه بالنسبة ل النظام الإيراني والأزرع التابع لأله وبالتالي لتقوا على هذه النقطة وقالهم مصلحة بتدمير المنطقة العربية وإذا نطلع استراتيجيا حسب ما يحكى عن إسرائيل الكبرى اللي هي بتطمح له هي لا تتعارض مع المشروع الإيراني اللي هدف يوصل للمتوسط لأنه هذه هدفة تكون جزء من لبنان وجزء من سوريا وجزء من العراق وجزء الآخر الهلال الشيعي اللي بيكون موجود بالناحية الثانية وبالتالي هؤلاء المشروعين برأيي بيكملوا بعضهم بيعترضهم التعاون والتوسع العربي فإلهم مصلحة ببقاء بعضهم البعض وعلى هذا الصراع تدمر الشعوب العربية والدول العربية وعام نشوكب نحن المشاهد بالعراق وصوريا ولبنان واليمن وكل الدول الأخرى اللي عم بتدفع ثمن نتيجة هذا الصراع هل استثمرت هل قد قضية الفلسطينيين على مدار هالسنين ووصلت للنهاية شو رح تصير برأيك اللي قضي على القضية الفلسطينية هو الإيراني عندما تدخل وعندما انشئت حماس انشئت حماس تكون شوكة في قاسرة القضية الفلسطينية وتدخل إيرانه ودربها لأنه وقت اللي اجت الكمة العربية وضعت مسار لدولتين فلسطينية وإسرائيلية كانت خططة واضحة وكانت تقترب من انه يكون في دولة فلسطينية بحدود عام 1967 عاصمة القدس الشركية وكان أبو عمار بوقتها هذا الحدود اللي قبل فيها تهم وقتها بالخيانة وبالعمالة يلي ما قدر جابه ياسع عرفاط بوقتها اللي صار أسموا الفلسطينيين لأثمان والإسرائيل استفاد من هذا الانقسام ما طبق كيام دولتين والفلسطيني عيش يهجر وعيش بفكر وحاصروا بمخيمات بالدول التانية وبالداخل حولوا لشعب يستنزف على مدار الساعة اليوم وقت اللي كنا بمصار سلام بمنطقة الشرق أوسط تقودوا المملكة العربية السعودية بلشت مدت إيدها لإيران وهدت الاشتباك القائم بينها وبينها وحطت خطة لأننا فينا نتعاون بالمنطقة وأيضا كان المشروع السعودي أنه نطبع مع إسرائيل ولكن ضمن شروط وشرط أساسي قيام دولة فلسطينية وتشاف إيران هذا الأمر قد تكون هي من دفع بحماس بهذا الاتجاه لإجهاد قيام دولة فلسطينية مرة تانية وتردنا قبل 2002 ردونا أكثر من 20 سن إلى ورا بهدف ضرب القضية الفلسطينية ماذا حدث الفلسطينيين خاصة لبغزة هل هي إبادة جماعية سيكملوا بالإبادة الجماعية أو تقفون ويرجعوا يجبوا مساري بعمروا ويتعمر وين سيضعون لها الفلسطينية يعني برأي كان ممكن تصير الأمور بشكل أفضل منهم ما يدفع الشعب الفلسطيني فاتورة هلقد مكلفة بالدماء وبالقتل وبالدمار كان ممكن يكفي المسار المبلشي في المملكة العربية السعودية كان فيه مصلحة للطرفين ولكن تم جر الفلسطينيين إلى هذا الأمر اليوم فيه فاتورة عبتندفع وفيه جزء من شعب الفلسطيني بنتيجة تهجر تهجر عم نحكي أكثر من مليون شخص ترك بيته تهدمت مناطقه ما فيه بقى يرجع عليه بالمدى المنظور ولكن المشروع الإيراني برأيه فشل بخربضة الأمور لأنه المملكة العربية السعودية ودول الخريج تدركوا الأمور وراخحين على قمة عربية طارقة بـ 11 الشهر وهالكمة بيترجع تسبت مبادئ قمة بيروت من 2002 وتحشد الدعم الدولي الكامل لإلى لأنه الإسرائيليين صاروا معدن خيار اللي يقبلوا بقيام دولة فلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بقيام دولته ضمن مبادئ هو الإنسان وضمن الواقعية لحل الأمور لأنه تبين أنه الخيار العسكري آخر شي ما رح يحل المشكلة ولو هجروا أهالي غزة إلى رفح وإلى سيناء بالنتيجة حضل في عنا مشكل قائم الحل الوحيد هو قيام دولة فلسطينية هذا بدأت ترجع الكمل العربي بدأتصوب بدأتحدد هذا الخيار والحشد والدعم الدولي رح يكون للخيار يلي بدون طلق من جامعة الدول العربية اليوم سيد نصر الله ترك الخيار مرتوح وقال أنه لازم نكون متحضرين للأسوأ ممكن أن تصير الحرب كيف ننطمن هاللبنانيين اللي عايشين عصابهم يعني يوم نحنا باللبنان شفنا بالأسابيع الأخيرة أنه الناس كانت نطر الحرب يعم يتمونوا يعم بيوت بأماكن آمنة بنفس الوقت عم نشوف أنه الأشغال خفت الناس بعضها فل المدارس بخطر هل نحنا منحمل عن جد حرب هل اللبنانيين اللي كانوا عم بيقولولوا لسيد نصر الله يلا واعيين أنه نحنا ما منحمل حرب هوادي مجنين اللي عم بيقولولوا هاك هوادي ما عندهم شي يخسروه هوادي بنتيج أتباع ماشيين بموجه بغسل دماغ بالحقد اللي حضته ما في مسئولية للواقع أو لمصلحة لبنان طبعا لبنان ما قالوا مصلحة بأي حرب بالواقع نحنا في لبنان شدنا تقدم اقتصادي ملحوظ ونسبين مقبول نسبين بالصيفية اجهى ضربها ورجعنا لما قبل هذا التحصن بفضل هذه المعارك وهذا لا استقرار اللي فارده اليوم صحيح ان حسن نصر الله تراجع وبين انه منه مستعد يفوت بحرب ولكن هذا بأوامر ايرانية لانه قاءاني كان من يومين قبل الخطاب ببيروت وبطبيعة الحال كان مشاريك اليوم نطق بلسان الايراني من عام حزب الله ولكن اذا الموقف الايراني شاهد من مصلحته يصير في انخراط بحرب المنتيجة بدي خدمة لانه حسن نصر الله تم الاستثمار فيه طيلة 40 سنة ودفع حوالي 40 إلى 50 مليار دولار بهذا الحزب مش حتى يكون الا اداة ايرانية ماذا لو قررت ايران انه عن جد يفوت يفوت حزب الله بحرب ما عندوش خيار تاني وبدو يخدم كل السوء لذا خيار بدو يصير باللبنانيين ودمر ومنه يصير في حرب اهلية باللبنان حين رح يصير في حرب اهلية حقيقية باللبنان لألك لا لانه وقتل بدو تدمر مناطق واسعة في لبنان ورح يكون في عنا نازحين من منطق من مناطق نازحين عم يحكي اكتر من مليونين نازح من مناطق لمناطق تانية بيظل تخوين عند يقوموا في جماعة حزب الله بهذا الشكل رح يشكل الاستضامة مع اللي هن بيعتبرون خوانة وعملة مش انه بدي يجي ينزحوا عند العملة عن الصهاينة فإذا جي طيقتل الصهاينة وهذا الصهاينة بين هلاللين اللي هن متهمين بدو يدافع عن نفسهم وهذا بدو يحافظ عن مناطق يعني بصير كل فريق بدو يتسلح تايدفع لأنه بين حلال دولة مش موجودة يعني عم نحكي نجيب مئات غسل ايدي وقال مخصني انا طبيعي كل مجتمع بدو يدافع عن نفسه بدو يحمي مجتمعه بدو يعمل شبكة امان اجتماعية يضبط الامور عنده لحتى يخفف من الخسائر وخاصة الناس ليهن مش معنيين يعني انا وقت اللي عم بتجي تجيبلي حرب لا سألتني ولا استشرتني وكل ما احكي ابدي رأيي بتقول لي انت عميل وانت خين وانت صهيونة وجاي اخر شي بدك تجي تحتللي منطقتي ما ليش لقى هذي ما رح تصير بس اليوم الواقع اللي قطعنا فيه بيأكد انه اليوم مش بس قرار السلم والحرب بقيد حسن نصر الله قرار الدولة المخطوفة مثل ما حضرتك قلت قرار اللبنانيين كل شي بقيد حسن نصر الله واللبناني ما قدر يعمل شي يعني اذا هاللبناني كل هالاسابيع الماضي قعد ناطر واندلع الحرب ما بيقدر يعمل شي رأي جمهورية ما فيه هلأ عنا مشكلة بتعيين قائد الجيش قال تجديد لقلو او لا او تعيين قائد جيش جديد طيب لأي متى اللبناني بدو يظلم تحت امرت حسن نصر الله لانه اللبناني علىه كمان يتصرف طريقة مختلفة لانه اللبناني مبدو مش لازم يضلوا زمي عند حزب الله وحسن نصر الله لهاللحظة بعت فيه كتير من الكوى السياسية ناطرين اشارة حسن نصر الله يتحركوا على اساسها فيه نواب بيستخدموا شعارات الوطنية قبل الانتخابات ولكن وقت الجاد برجع بيروحوا وبينضبوا تحت عباية حسن نصر الله وبيكونوا تحت امرته وبالتالي هاودي خونا وهاودي كالزبين رأي العام اللبناني عليه حسابهم تانيا ونقطة اساسية هون ام بتوجه فيها للاحزاب المعارضة هالأحزاب المعارضة كمان ما بدنا بس نسمع منهم الخطابات وآراء منعرفها كلنا سواء من ايضا ولكن بدنا بدنا تحرق على الارض بدنا عريضة للمجلس الامن الدولي تطالب بتدخل دولي في لبنان وتطبيق 1701 1701 وال1559 وكل القرارات الدولية لازم نكون مطالبة انه نحن دولة ثاشلة لازم مجلس الامن يعمل وصاية على لبنان ليعيد تشكيل السلطات وعيد تشكيل النظام السياسي في لبنان بطريقة تكون يعني مش بالشكل المخطوط فاليوم الأحزاب عندها قدرة وهذا الشي يجب أن تعمله يجب أن تقدم عريضة نيابية مباشرة نقول نحن دولة محتلة ونحن دولة فاشلة تفضل يا مجلس الامن أمن لنا الحماية أول لأننا محميين أمن لنا الاستقرار ومن لنا بدنا تطبيق القرارات الدولية وهي جزء من تحتفظ السابع وينتشر الجيش على إذا بدك على الجيش اللبناني الجيش اللبناني الإشكالية إنه قراره وطعبة للحكومة الحكومة وقت اللي تفرض عليها للجيش عم تقول له بل لا تنمشي بسلسية اسم جيش وشعب ومكومة يعني هذا لو بدي يشوف عناصر حزب الله مسلحين دججنين قدام وما في يحكي معهم ببرودة يناقشهم لا لأن الحكومة عطيته هذا الضوء الأخضر بس كمان اليوم إذا منقول الجيش فوت يمكن يصير بينه حزب الله يصير فيه مشكل الجيش اللبناني الجيش اللبناني رأيي يجب يعطيه ضوء أخضر تحت يفرض السيطرة على لبنان ويكون هو موجود اليوم 17.01 بنص على انسحاب ميليشي حزب الله 20 كم للداخل وعلى ما أذكر بال2006 حزب الله وافق على 17.01 ولكن مثل العادة وافق عشيب باللحظة الأزمات ويرجع بيكذب ويمارس التقية وبيلتف عليه من نهاية تانية فقام اخترع جمعية اسمها أخضر بلا حدود وتحت شعار بيئة جزاب أقام ميليشيا ورجع أدخل حاله عسكرية للمنطقة وهو سبب عدم الاستقرار في المنطقة الحدودية لأنه مصر يتواجد هناك برغم انه ما في دور يتواجد تحرير القدس لا يفتكر هكذا يصبح تحرير القدس هذه عمليا ليست تحرير هذه عمليا احتلال للبنان ليس منهج يسيطر علي حزب الله من أكثر الجنوب لأكثر الشمال ويقوم يقوم مقاوم في عكار وطرابلس وغير الماطق تحرير القدس أيضا ويقوم يخلق ميليشيات متنوعة يقوم نحن نحرر القدس وين الدولة اللبنانية هون فاليوم حزب الله حالة تهدد الأمن والاستقرار الدولي والمجلس الأمن أولى مهام والعالمي ودوره منع تحديد الأمن والاستقرار الدولي لذلك حزب الله يجب أن يكون تحت يعني يكون فيه قرار مجلس الأمن الدولي يتعلق بحزب الله صحيح ومصنف إرهابي عن معظم دول العالم وتتعاطى معه كتنظيم داعش وكالقاعدة وغيرها ولكن مجلس الأمن أيضا إذا كانت هذه مهمته لازم هذا يتصرف ولكن للأسف مجلس الأمن الدولي منقص مع نفسه وعم نشوف وعم يفشل بكل الصراعات اللي صارت بالعالم من الحرب السورية ووصولنا لأوكرانيا ووصولنا لليوم ما بيقدر يعمل شي وكأنه انتفق أيضا دوره ووجوده بعد ما خلص خطاب سيد نصر الله وشفنا لوين قالت إليه الأمور برأيك بكرة شو الناس رح تتوحى شو لازم تعمل هل وكمان بعدنا على الحدود في مشاكل يعني في أذايف عم تروحوا وأذايف عم تجي في بعض البلدات اللبنانية ومنها كمان عمت البلدة ترماش ومرجعون بخطر طيب هيدا شو بيأكد أنه اليوم ما بتندلع الحرب واحد اثنين عنا كتير مشاكل مش هنعرف من وين من نبلش يعني اليوم الوقت عم بيضاهم لتعيين قائد جيش الجديد برأيك هل سيعين سيمدد له شو بده يصير بهيك الظروف ما إمكانية تعيين قائد جيش بدي أكد أنه اليوم كمان الفرقاء المعارضة كل واحد عنده رأي يعني اسمنا رئيس حزب الكتائب قال أنه اليوم رئيس الحكومة لازم يتحمل مسؤولية القوات البنانية قدم اقتراح قانون تأجيل تسريح قائد الجيش ومش بكتير بيزبطوا مع بعضهم طيب هل القوة المعارضة مش لازم بقى أنها تتفق بقى على رأي واحد تتكون بمواجهة بأنها عم بصير أكيد هيدا جزء من ضعف المعارضة وهيدا جزء اللي عم بيرتاح فيه عم برأي حزب الله بالداخل إنه المعارضين دائما فيه إشكالات وبالكاد بيلتقوا وبتقاطعوا على بعض الأمور اليوم بهك نوع بهك وضع بهك أزمة من طبيعي ما نكون في عنا خيارات أخرى غير تمديد لقائد الجيش يعني قصة نفكر نعين قائد الجيش جديد هيدا فكرة خاطئة تماما بهذا الزرف وفكرة إنه تولي القائد أو الضابط الأعلى هذه فكرة يعني منها موجودة لا بقانون الدفاع ولا لأي مصوغ قانوني وحتى منطق لأنه ممكن الأعلى رتبة يكون قائد المطبخ مثلا بالجيش اللبناني هل هو يأتي قائد جيش مع احترامنا لكل كل المواقع اليوم في قائد جيش أثبت جدارته والكل بشهادة الكل طيب طالما الكل كان يجمع على مناقبيته ودوره بحماية الجيش وهالمؤسسة وتحييدها عن الانهيار وعن التسييس وعن المشاكل في البلد طيب شو اللي بيمنع أنه هذا التمديد الذي يفيد لبنان ليش مناش نخليه شو الاشكالية اللي فيه هلأ طبعا منفضل يصير فيه انتخابات يصير فيه انتخابات رئاسية هذا أفضل أفضل خيار اليوم أنه ينتخب رئيس وتمشي التعيينات مثل ما لازم تكون ولكن طالعا ما فيه انتخاب رئيس ما فيه يكون فيه تعيين قائد جيش وما فينا نغير قائد جيش بطريقة غير قانونية يعني تمديد لقائد الجيش أدف كمان انتخاب رئيس وجمهورية سنة ثانية برأيك مش تمديد لأدف عدم انتخاب رئيس هو اللي خلى يصير فيه تفكير بتمديد لقائد الجيش هايدي هي المعادلة هلأ حسابات طيال وطن الحر ما بدنا نمدد لقائد الجيش حتى بركن للغيله وترشيح على رئيس الجمهورية هايدي حسابات ضيقة مثل العادة شخصية صارنا عم نفوت بالشخصانة واستغلال أي شغلة عم نشوف هنا دهش زروب ضيق حتى نستفيد ونستغل الأمور اليوم مصلحة استقرار البلد فوق كل أعتبار فما بدنا نفكر كيف منا نستفيد من انه يروح قائد الجيش بط المرشح ويرجع ويردت حالي أنا كجبران باسير كمرشعة طاولة أو غيرها لا هاي المصلحة استراتيجية ووطنية وبفتكر كل اللي له مصلحة ويبقى قائد الجيش بموقعه طالما ما في انتخاب الرئيس للجمهورية اليوم في ناس بعض الناس بتقول طب لا شوفنا انتخاب رئيس جمهورية ما حالة رئيس جمهورية إذا اجرى طالما حزب الله موجود رح يكون آمر الناهي وهو اللي رح يعطي الأوامر لرئيس جمهورية مثل ما شوفنا بالعامل التابع طبعا هذا في حال حزب الله انتخب رئيس جمهورية أو جاب عين رئيس جمهورية بشكل انتخاب أكيد يعني تخيل اليوم سلامان فرنجي رئيس الجمهورية نرى وضع البلد كيف كان كيف كان الموقف الرسمي اللبناني وكيف كان خطورته على الشعب اللبناني يعني كان موضوع خطير جدا انه يكون في رئيس معينه حزب الله برئيس الجمهورية بمضطر يلتزم بالسياسة حزب الله وهو مرشد ويلقن ويلقن بأجندة سياسية معينة فمن هذا المنطلق اذا اجا رئيس من عند حزب الله موظف عنده يعني اكيد هذا الأمر حيكون في رئيس ما له عايزة وحيكون ككسر بعبدة يعني عبارة عن نطور بكسر بعبدة مش رئيس للبلاد اما اذا اجا رئيس منتخب او نتيجة تسوية عادلة هون بنكون عام نحكي لأ الامور تغيير لأن رئيس الجمهورية بلبنان عنده صلاحيات المشكلة مش بالصلاحيات المشكلة بتنفيذها هذه الصلاحيات وامكانية انه يكون يلعب دوره كرئيس للبلاد مش يكون عام بيلعب دوره كمغطي يعني مثلا رئيس عون في اشياء عملها يمكن هالتاريخ هل بلأيك بعضهم التاروطن الحربي يرشحوا جهاد أزعور او غيروا رأيهم برأي لها الدرز هن عم بيبلغوا الجميع ان بعضهم على اسم جهاد أزعور ولازم يصير في التقاطع الكل على اذا ما نعم تسوية على هيك نوع من الاسامة يعني سواء جهاد أزعور او قائد الجيش او اشخاص تسوويين وهن بالنص وهن فعلا قادرين لقد مؤداء مختلف برئاسة الجمهورية اما تسوية يصير انت اخوض رئيس الجمهورية يعطيني رئيس حكومي مثل ما هن عم بفكروا هرجعنا للزبائنية والمحاصصة يلي ما بتعمل الدولة ويلي بتخلي كون رئيس الجمهورية موظف عن فريق ورئيس الحكومي موظف عن فريق تاني وبالتالي بيصيروا مثل الحصنين عم بيشدوا عربية بعكس بعضهم هل برأيك ويبرر نفسه ويبرر نفسه ويقابل كان يتخبى بطاولة حوار ويطاع الحوار ويروح من الحوار اليوم في عنا حرب وحرب وموارشه رئيس نبيه برري يخالف الدستور بشكل كبير رئيس برري يرتكب الخيانة العظمة اليوم هو سبب فراغ رئيسة الجمهورية لو في دولة حقيقية رئيس نبيه برري كان يحاسب ويحاكم لم يكن ينترك رئيس للمجلس النيابي لأنه رئيس مجلس ويستطرف كرئيس حركة أمل كجزء من التحالف الإيراني ويحط مصلحة حزب الله بالآخر هي لأن حزب الله يريد أن يوصل رئيس يسكره المجلس يبتز باقي الف خركاء يمشون بمرشحة يا أخي هذا المجلس يسكر أو إذا عملنا جلسة رفع عتب من وقت للتاني ونفقد النصاب دورة ويفتد الدستور يفسرون كما يناسبون بنصوص غامضة علما أنه هنا أريد أن أقول شغلة أن الدستور أو الاتفاق الطائف كان ينص أن صلاحية تفسير النصوص الدستورية مناطب المجلس الدستوري ولكن نبيه برري ارتكب مخاربة دستورية وسحب هذا الحق من المجلس الدستوري الذي ينشئ إخرامها اسمه المجلس الدستوري وحتى عند الكوى السياسية مجلس النواب ومنعرف نحن السياسيين وقد يفسروا دستور طبيعيا يفسروا على مصالحهم وعقياسهم ما رح يفسروا على مصلحة الوطنية ومثل ما لازم وشو هدف المشترع من هكذا كوانين ونصوص تنصل للسؤال الأخير هل برأيك إسرائيل ستهاجم لبنان أو ستكون بمنأة عن هذا الحجوم يعني برأي إسرائيل اليوم تنظر إلى مصلحتها مصلحتها عندها غطاء الدولي اللازم إذا شافت أنه بالداخل في عندها في حاجة لتعمل معركة خارجية طالما عندها غطاء الدولي وطالما هاي المعارك عم بتأملها نعمة الوحدة الداخلية ممكن تعملها ولكن حتقدر تعمل معركة وبدأ زريعة وهنا اللي عم نقوله نحنا أنه حظب الله يشكل خطر على اللبنانيين لأنه هو الزريعة يلي مش مش بتلا بفسرنا إياها حسن نصر الله بأننا أنا عامل توازن رعب مع إسرائيل لا هو أنت عامل حجة لا إسرائيل لحتى ساعة اللي بده تعمل هجوم على لبنان وتريح نفسه وتعمل إنجازات ويمكن نتنياه وشايف حاله يمكن عنده بعض الملفات الفساد ملاحق فيها في الداخل وربما في عنده أزمة داخلية إذا شايف خلصة الحرب يطلع يقول لا خليني مستمر بهالحرب افتح على الجهة اللبنانية والأزر موجود بأي لحظة هذا حصل نصر الله جاهز غب الطلب على أمل التصعيد على الجبهة اللبنانية ما يودينا على دم نتمنى من الجميع أن يكون بخير وبسلام حلقتنا لليوم انتهت شكرا شكرا على جودك معنا منلاقيكم بأسبوع المقبل بحلقة جديدة من برنامج بلا مرفين